قال لما تتكرر مآسينا؟ قلت لأن هدف كل ثقافاتنا وأدياننا البدائية تأكيد حقيقة واحدة هي أن السلطة هي الحقيقة وليس أن تكون الحقيقة هي السلطة أهلا بكم أصدقائي وحلقة جيدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر نعم أصدقائي السلطة هي حقيقة كل شيء في بلداننا المنكوبة دائما بهذه اللعنة التي لا تريد أن تخرج من إطارها بل أنها تزداد ترسيخا لهذه الحقيقة وأيضا تزداد تثقيفا بجدوى هذه الحقيقة التي هي في الحقيقة خالية من كل حقيقة بل أنها مليئة بالأكاذيب والأوهام والإدعاعات الفارغة التي طالما دفعنا ثمنها غاليا وما زدنا ندفع ثمنها وكل أملنا أن نتوقف عن دفع هذه الأثمان الباهضة التي لم تسفر إلا عن ما هو أسوأ دائما وتحت شعارات دائما هي نفسها المقدس، الآلهة، الأئمة، الشيوخ، أولياء الأمور، الدين، الإسلام الحقيقي، الحق، الوطن وما إلى ذلك هذه الثنائية بين الحقيقة والسلطة والسلطة والحقيقة هي الثنائية القاتلة التي يدعي الجميع أنها الثنائية الوحيدة في جوهر الأمر واضح أن هناك رغبة دائما لأن طمس الحقائق أي أننا عندما يدعي حاكمنا أو ديننا أنه هو الذي يمتلك الحقيقة فبالحقيقة هو يحاول أن يفرض سلطته على الجميع وهذا شيء معروف أنه يقول لك لكل عبيد لهذا الدين وبالتالي هو عبيد لرجال الدين ورجال الدين هم أيضا عبيد للحاكم والحاكم عبد لهم وهنا بعموم القصة بأكملها هناك التحالف ضمني بين الطرفين والكل فيما عدا هؤلاء هو عبد لهم وما على الجميع إلا أن ينكروا أي حقيقة هم عليها مقابل سلطة الدعية امتلاك الحقيقة وتتقنع بقناع الحقيقة لكي تفرض سلطتها وهذا هو التعبير الدقيق لكلمة أن الدين عند الله الإسلام حسب التعبير الدين الموروط لكنه تم توظيفه توظيفا سلطانيا على مدى ألف عام بعد البأثة النبوية أو ألف وخمسمائة عام بعد انتهاء الرسالة النبوية لأن الرسالة انتهت بوفاة الرسول ولم يعد هناك من مبرر لاستمرار هذه الرسالة واستمرار فرض هذه الحقيقة على الجميع بغض النظر عن لا نريد أن نناقش قضية الرسول وقضية البأثة الرسول أتى برسالة والرسالة انتهت لم يعد هناك من حق لأي كان وبأي صفة ولأي صورة أن يدعي بأن الرسالة لم تكتمل بعد بل أنا أضحك أحيانا وأستغرب كيف تتقبل الناس فكرة وجود داعية داعية لماذا؟ الرسالة أتت وانتهت وتمت تسليمها والبقية على الناس فبالتالي من يأتي ويقول أنا داعية هذه مسألة خارج لا يمكن أن يتبريرها دينيا بأي شكل ما يشكال إلا تلفيقا وأيضا تقديم الصورة للحاكم ولرجل الدين على أنه هو الذي يمتلك الحقيقة وبالتالي يمتلك السلطة على فرض ما يراه مناسبا وأيضا فرض ما يعتقد الجميع بأنه هو الصحيح أو التأويد الصحيح لنصوص الدينية وبالتالي ليس من حق أحد أن يناقشه في هذا الأمر هنا المفارقة الكبيرة لا بأس وافقنا بأن السلطة تدعي الحقيقة وأن السلطة هي الحقيقة وليس العكس ليس أن تكون السلطة هي وظيفتها أن تمارس الحقيقة أن تنتفع من الحقيقة أن تنشر خيرات الحقيقة على الجميع ولأن كما نعلم لا يمكن أن تنمو أي علاقة بين أثنين سواء حتى داخل العائلة بدون وجود ثقة ودون وجود وضوح وشفافية في العلاقات بين الجميع وإلا الحياة انهارت تماما لا يمكن للحياة أن تستمر فكيف بالسلطات وثقافات تدعي امتلاك الحقيقة وهي تنكر هذه الحقيقة فأيضا المفارقة كما أقول أن هذه السلطات التي تدعي الحقيقة بعد أن تفوز بالسلطة ماذا تفعل؟ أول شيء تفعله هو إنكار كل حقيقة وهذا متكرر بشدة بشكل أصلا مغجر نعرف جميعا أن جميع السلطات تدعي الثورة وتدعو إلى الإسلام الصحيح وهذا يدعو إلى أنه مذهب الشيء هو الصحيح وأنه الولي الفقه هو الذي يجب أن يتسايد الأمور أن يجب أن دولة الخلافة هي التي تحكم الناس وعندما يصلون إلى الحكم وفجأة تجد بأنهم ينكرون كل حقيقة تعاكس حقيقتهم أو تكشف حقائق التي أخفوها عن الناس بالتالي تصبح المسألة فضيحة أو تتحول إلى فضيحة علنية يكتشفها الجميع لكنهم يصمتون بسبب أن السلطة لديها قدرة على البطش والاستبداد والتخلص من كل صوت معارض باختصار هذه السلطة التي تدعى الحقيقة هي في الحقيقة هي تنكر كل حقيقة هي تدعى وتمارس السلطة ومجرد أن تمارس السلطة تنكر أي حقيقة تدعيها هنا المعضلة الكبيرة دائما نجد أن هناك حركات تورية لدينا سياسيا ودينيا وبشكل عام يعني حركات بشكل أو بآخر القديمة تسمى حركات دينية والحديث المعاصر أيضا حركات دينية لكن ترافقها حركات سياسية في الحقيقة هذه الحركات هي بمجرد أن تصل إلى كرسية السلطة بدأت تتحول ويتحول مشروعها الثوري أو مشروعها الديني لو صحت لو بالقياسات القديمة إلى مشروع لحماية الدين ولحماية هذه الثورة التي قام بها هؤلاء الثوار فهذا حتى بالعصر حديث نجد أن الثورات الإسلامية أو القومية هي ثورات استمرت عشرات سنين لأنه تفاجأ بعد ذلك بأن هذا هؤلاء الثوار الذين دعوا إلى الثورة نجد بأنهم لم ينفذوا أي شيء من مطالب هذه الثورة أو مطالبهم هم الخاصة التي دعت إلى اندلاع هذه الثورة بعد ذلك يضطرون إلى الدفاع عن الثورة فقط يتضح في النهاية بأن الأمر ليس أكثر من قبض على مقاليد السلطة وبعد ذلك حماية هذه الثورة ودعماً نجد أنه مجلس قيادة الثورة مثلاً موجود بمعظم البلدان العربية تم سقطت هذه المجالس التي تقود الثورة وهي في الحقيقة ليست ثورة ولا أي شيء هي مجرد حماية لمن قام بهذه الثورة المزعومة وهي بغض النظر عن تسميتها بالحقيقة انقلابات لا أكثر ولا أخر لكن هذا أيضاً ممر مخجل لماذا لا توجد لدينا ثورات دائماً لدينا انقلابات عسكرية أي أن هناك الشخص يستولي على السلطة أو مجموعة من الناس يستوليون على السلطة بفعل نبولهم وبطشهم وقدرت على الوصول إلى هذا الكرسي العتيد الذي فتتت بسببه آلاف الحركات مجتمعاتنا وجعلتها متخلفة حتى يومنا هذا السبب كما قلت هو أنه دائماً نفرض الحقيقة التي تعبر عنها السلطة وهذا يؤدي بالناس دائماً أن يقضعون لهذه السلطة لأنها سلطة دائماً تكون غاشمة وتدعي أنها مقدسة تنطق باسم المقدس فعندما أنت تعترض يصبح قتلك مسألة سهلة جداً ومبررة ومشرعنة إلهياً فهذا يؤدي إلى أن الناس مع الزمن فقدت قدرتها على التعبير عن ذاته وأيضاً حتى إذا حاولت أن تعبر عن ذاته فتعبر بلغة السلطة ولغة المقدس نفسه وهذا هي الإشكال الكبيرة نحن ندور في حلقة مفرغة حلقة دينية مقدسة مفرغة بين الحلال والحرام وهذا يقول حلال ذاك طبعاً هي وجهان لعملة واحدة الحلال والحرام أو الحق والباطل أو المنكر والمعروف هذه الوجوه دائماً الشيطان والرحمن تجد أنه شيطان من ألعن الشياطين لكنه يدعي الإلوهية ويدعي أنه الرحمن فماذا تفعل؟ هل تنكره؟ لا تستطيع سينهض أو سيقبز بوجه هؤلاء الذين تم قمعهم باسم هذا الإله أو الشيطان لأنه نأناس مساكين وأعتم عوائلهم وأعتم أطفالهم وأعتم ألاقاتهم وأعتم مواردهم هذه كلها معرضة لأن يتم شطبها بالكامل في لحظة واحدة وربما شطب حياة هؤلاء في لحظة واحدة هم وعشيرتهم وأهلهم بالكامل كما حدث بالعراق يعني شخصيا عرفها مجرد يطلع شخص واحد من عائلة العائلة كلها تضرر وتدمر بالكامل وهذا مساء للعراقين إذا سألتهم وعرفون هذه الحقيقة هذا اللي يأدي بينا نتسائل هل يبين إمكان أن توجد ديمقراطية في مجتمعاتنا؟ هذا الحقيقة أمر مستبع جدا لماذا؟ لأننا لا نفهم معنى كلمة الديمقراطية لا نفهم روح الديمقراطية الديمقراطية لا تمثل التي تجسري الآن أنه حتى الأحزاب الدينية دخلت في اللعبة الديمقراطية بهذا أصبح الدين الدمقراطي دين عجيب غريب يعني خلطة عجيبة غريبة داخل المجتمع هو أصلا لم يدخل في عصر حداثة ولم يفهم حتى الآن فكرة القانون وفكرة الدولة وفكرة وجود مؤسسات لكل منها هيئتها الاعتبارية وإلها استقلاليتها الحكومية وأيضا الأكاديمية أو المعرفية لم نجد لحد الآن جامعات مستقلة إلى هيبتها وإلها سلطتها إلها منظومة القوانين المنفصلة عن الواقع الخارجي أو عن الثقافة السائدة أو الدين السائد وهذا المسألة هي سبب رئيسي لإنشاء مستمعات متخلفة وتحافظ على التخلفة أو ترغم على المحافظة على هذا التخلف الديمقراطية بالتالي لا يعني أن تمثل حكمة أغلبية أثنية ما أو طائفة ما إنما أن تكون هناك أغلبية للبرامج السياسية القائمة على نظام حكم ديمقراطي أي أن النظام الحكم الديمقراطي لا يقوم على حكم أغلبية أثنية أو طائفية هذا موضوع آخر وهذا غش خطير جرى على يد ملوك الطوائف اللي أصبح خاصة بإراق عندنا تجربة هؤلاء يعني صارهم 20 سنة هم مهمينين على البلد باسم أنه هناك محاصص طائفية بين الأطراف مختلف ما حاجتنا للحكم الطائفي ما شبعنا على 3000 سنة حكم قبائي قبلي عشائري طائفي مذهبي ديني إلى متى يعني استمر مجربناها كلها على عين ورأس الإيمان والدين والإله والآله كلهم لكن يكفي جربنا ماذا سنجرب أكثر مما جربناها ما الذي سيعلر ما هي المتغيرات التي ممكن أن نتعلم فبالتالي علينا ندركها سواء أن تكونت مؤمن أو غير مؤمن لا بد أن تدرك هذه الحقيقة الحقيقة العساسية أنه واضح أنه التي بساطة أنه حقيقة أو طبيعة أي إنسان سواء كان بغضنا عن طائفته أو إثنيته هي مو موضوع ديمقراطي الديمقراطية الشيء آخر الديمقراطية لها علاقة بدضام حكم البلد بيكمل النظام يتداول فيه جميع آراءهم وأفكارهم وهناك بتساوي مطلق بين الجميع لا معنى المطلق كلمة ضخمة لكن هو بعموما القانون يشرعن المساواة ويتم تطبيق هذه المسألة بشكل غير قابل للمراجعة وغير قابل أيضا للتسويف ولا المماطلة ولا الاستهانة القانون قانون وينتهي الموضوع تبقى بعد ذلك كل الصراعات تنحصل ضمن سقف واحد هو الصراع يصير بين فقط بين أفكار وبرامج وسياسات وأحزاب غير طبيعية وعلى الناخبين الاختيار بينها بغض النظر عن أصل وفصل ودين أصحاب هذه الأحزاب ودون هذا يصبح حق التصويت والانتخاب مثلا هو فقط حق لتوزيع حصص الملكية بين الجماعات الإثنية أو الطائفية المزعومة وهذا عملية بداية طبيعية أعتبرها من أما في عشان رجعنا لزمن البداية زمن الحياة البسيطة التي تقوم على المغالبة والشجار بين الجميع والأقوى هو الذي يفوز بالحصة الأكبر هذه الثقافة تنتسب إلى عصر قبل الحداثة حينما كان الإنسان يرث قوميته أو طائفيته بالولادة يعني هو بسبب ولد في هذه المنطقة أخذ هذا الإرث بالتالي أهوه عندما نجي نفحص الديمقراطية المزعومة لدينا حاليا خاصة في العراق نجد في حقيقة هي مجرد يعني أبارعا مجلس شيوخ لكتر وعشائر أو في أحسن أحوال مجلس شورى يتالف من أولي الأمر والسلطة والنفوذ لا أكثر وليس أناس لديهم برامج سياسية تنهض المجتمعات وتؤيد النظر في كل شيء بدليل أن كبار هذا المجلس خاصة في العراق أو كرر اللي اعتبره نموذج يعني لم تجد أنهم تغيروا على مدى عشرين عام ما زالهم الكبار نفسهم خاصة براءة أن البارزاني وأن الحزب الدعوة فلان المالكي وأن أسماءهم نفسهم لم تتغير إلا إضافات بسيطة وهامشية بل يعني هذا معناته شنو؟ معناته هؤلاء لن يتغيروا إلا بالقوة وليس بالديمقراطية وليس بالحرية وحتى هؤلاء بعضهم يعني ما زال بعضهم يستنكف بأن يكونوا إلى حضور في المجلس يعتبرونهم سوالة من المجلس وفوق السلطات فوق الدولة فوق القانون وهذه هي الحقيقة هؤلاء يفكرون بهذه الطريقة والذي يشفعلهم في هذه الطريقة هو الواقع الذي نعيشه والثقافة التي نعيشها فإذن الانتخابات والديمقراطية بالنسبة لنا لا تعمل حتى وين وجدت فلا تعمل لأنه السيستم بأكمله يعمل بطريقة مختلفة يعني أنت أشبه حتى جبناه على النظام مثلا أنت جهاز مصمم يشتغل على برنامج ويندوز أنت تجيب برنامج ثاني الشغل عليه مثلا ما ترى فما رح يشتغل وحتى إذا يشتغل فيشتغل بكفاءة بسيطة جدا ونتائج غير دقيقة وخربطة وهذه الخربط والإشكالات والماء الفساد المختلفة والتخلف المتنامي لدينا الذي يتقدم بنجاح ساحق هذا هو سبب هذا التركيبة العجيبة بين نظام حديث أو الشكل لنظام حديث وبين عقلية عقليات قديمة بدائية متخلفة قر وسطية تأتي لكي تتسيط داخل هذا النظام فما هي نتيجة شيء مخزي بالتأكيد بالخلصة أنه هنا لحدنا لا تجد لدينا انتخابات حقيقية وإن وجدت توجد لكي توفر لنا خيارات محدودة يذهب الناخب ليختار من بينها أحد القوائم لا أكثر وهذه القوائم هي بأكمل متشكلة ضمن نابعة من النسيج الاجتماعي اللي هو مقسم حسب الطبقات الحاكمة أو حسب العشائر الموجودة والقوى الموجودة واللي هي بأغلبها قوى متخلفة لم تتشكل من خلال نهضة حضارية ونهضة صناعية ونهضة تكنولوجية مثل بقية الأمم حاليا في العالم الغربي تجد هناك شركات عملاقة مصانع طبقة وسطة هؤلاء لهم تأثيرهم الكبير فعندما ينتخبون الإنسان ينتخبون من يمثلهم من يمثل حاجاتهم لا ليس من يمثل عشيرتهم أو جماعتهم أو دينهم لأنه القطيع لم تعد مهمة الدين لم يعد مسألة أساسية في حياة الناس الآن إلا نحن لأننا ما زلنا متخلف وهذا الربط الأساسي بين الدين والتخلف هذا لا يسئل الدين لكنها هي الحقيقة هو الدين موجود نتاج وحدة من إفرازات التخلف أو وحدة من إفرازات العالم القديم وما زال متشبث لهذا السبب هلا نحن باقين مع القديم ولا نحن داخلين على سعادية ولا نحن ديمقراطيين ولا نحن حتى مستبدين مئة بالمئة وهذه السيرة يعني فوضة عارمة في كل شيء وحول أي موضوع ومجرد أن تتكلم وتقول هناك مشكلة الكوريا صرخ بوشك أنت تحتري على الدين أنت ضد الدين ضد الإسلام ضد الدولة ضد أي شيء مهم لا تتحدث يعني ماذا أنا فعل أختم وقول المشكلة الأساسية هي أنها كما قلت في البداية أن هي مسألة كل الأشكال الحكم وأشكال التي تعبر بها السلطة عن نفسها وأشكال تطبيق القانون كلها غير موجودة لدينا إلا الموجود الوحيد لدينا هو وجود حقيقة واحدة هي حقيقة أن هناك سلطة وأن هذا السلطة هي الحقيقة وليس أن أن تكون لدينا سلطة هي التي تفرض الحقيقة التي نحن بحاجة لمعرفتها والتعامل على أساسها فيما بينها شكرا جزيلا وأسفل طالع فهلا معكم مصورنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا